أنا عارف أنه في آيات وآيات سواء في العهد القديم في العهد الجديد سواء في الذبائح في الرموز في الكلمات في النبوات يسوع نفسه تنبأ مرارا وتكرارا في العهد الجديد قدامني يمكن 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 دقيقتين ونص ثلاثة طيب آية الرسالة يعني اللي هو المفاهيم المغلوطة عن الصليب كيف ممكن تتصحح؟ ما هي مش هتتصحح إلا بأن احنا نرجع تاني نجرى الكتاب المقدس ونجرى كلمة الله ونشوف التعاليم الحقيقية مش هتتصحح غير لما أنا باجي وأقول يا رب اكشف عن عناية بدل ما أسلم نفسي للشيطان وأبقى خاضع للشيطان اللي هو بيحاول يضللني ما هو الفكرة جسيس نزار أن مرات من كتر التضليل اللي حوالي أنا بضلل نفسي الحاجة الأخي الحاجة اللي أنا أقدر أقولها للإنسان أنا مش هنفعك ومش هستفيد من إيمانك لا إيمان هينفعك ولا إيمانك هيفيدني يعني على سبيل المثال إحنا ما عندناش أني لما أجيب واحد للمسيح لأن أنا مش بجيب حد المسيح الله هو اللي بيجيب لنفسه نعم إحنا أدوات نوصل الكلمة فحتى وإحنا أدوات نوصل الكلمة أنا مليش سواب أنا ما عندنا الله مش هيوزن حسناتي وسيئاتي أنا كل اللي أنا بعمله لأني بحبك لأني بحب الله علمني أن أحب حتى أعداي ولأني بحبك فأنا بقدم لك رسالة الخلاص ورسالة الخلاص أني ما فيش طريق تاني للخلاص إلا من خلال المسيح اللي قال عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة فهنا الكتاب المقدس بيتكلم عن المسيح هو الطريق الوحيد للخلاص ليس أحد يأتي إلى الآب إلى الله إلا من خلال المسيح ومحدش هيروح السماء إلا من خلال عمل المسيح الكفاري على الصليب لأنه وحده اللي أعاد لنا السلام مع الله من خلال عمل الصليب فأنا بتمنى أنك أنت تصلي وتقول يا رب اهديني إلى طريقك علمني طريقك أنا عايزك تخلصني من عبودية إبليس أمين أمين وأنا بضم صوت لصوتك قسيس ثابت وأنا عارف أنه كان آيات كتير ونقاط كتير لازم نحكي عنها ولكن بسبب أن الوقت أزف ولكن بصلي أن الروح القدس يلمس قلبك ويلمس حياتك وربنا يبارك قسيس ثابت ويبارك خدمتك شكرا شكرا جزيلا صدقوني هذه السنة نحن نحتفل 40 سنة بالخدمة يعني ممكن أقول بكل جراءة شفنا أكتر من مليون شخص سلم حياته للمسيح بحياتنا ما أجبرنا إنسان أو أغرينا إنسان بل بالعكس دائما نقول كل شخص بيجي للمسيح لابد أن يواجه الإضطهاد فهو ما هو شهد السر لأنه آمن بصليب يسوع المسيح وانا اليوم بدعوك عندك يمكن مفاهيم مغلوطة عن الصليب أعطي نفسك يوم أو يمين تقرأ الكلمة بس خلي بالك إنه الوقت مقصر ممكن المسيح يرجع في أي لحظة صلاة بسيطة يعني ممكن تقول له يا رب افتح ذهني افتح عيني في أبسط من هذه الصلاة صليها قل له يا رب افتح عيني وصدقني إذا انفتحت عينيك لابد أن ترى يسوع تتمتع بهذا الخلاص العظيم تكتشف هذه المحبة العجيبة وترى أنه أنت وأنا كنا المجرمين نستحق جهنم لكن محبة المسيح ظهرت وأنقذتنا من الجحيم حتى نكون معه في كل حين ربني باركك